مرحبا اصدقائي ما زلنا بدرس اونوني ريندي اول سايدن بالوحذة الاولى حكينا عن اهمية التعاطف و اهمية اننا نفكر بالناس اللي وضعهم مختلف عن وضعنا مهما كنا نحن بنعمة كبيرة لازم نفكر بالناس اللي وضعهم اسوأ من وضعنا ونحطها على مكانهم لحتى نقدر نساعدهم ونحس بوجعهم ونحس بشي اللي هنا حاسين فيه وهلا عنا خبر الصغير هو مثال عن الكلام اللي احنا عم نحكي عنه بمدرسة بمنطقة ايدن كان فيه حملة لمساعدة اليتيم بهي الحملة معلمة الصف قالت انه لازم لكل صف يكون فيه اخ يتيم طلاب الصف الموجودين اللي هن كلهم اطفال من ادكم كانوا من خرجيتهم يشيلوا مبلغ معين ويحطوه بالمطمورة مثل ما اكون شعرفين بالصورة كل طالب بالصف يحط مبلغ من خرجيته بالمطمورة وهذا المبلغ يبعتوه لطالب يتيم بس هنه ما بيعرفوا من هو هن دون ما يعرفوا لا اسمه ولا كنيته كانت بس المدرسة المسؤولة عن الحملة هاي اللي بتعرف الطالب جبعته ونصاري عبر هاي الحملة تعلموا الطلاب انهم يتسامحوا مع بعضهم يحسوا بغيرهم ويتعاطفوا مع الاشخاص يلي وضعهم مختلف عن وضع هدول الطلاب خلونا نقرأ الخبر باللغة التركية عنوان الخبر كبيرا او عملاقا من قلوب صغيرا من قلوب صغيرا ايدن'ın germencik ilçesi bozkoy ilkokulu 3A sınıfı öğrencileri hafslıklarından bitirdikleri paraları hiç tanımadıkları bir yetim öğrenciye göndererek örnek davranış sergilediler yani في ايدن في مدينة ايدن في بلدت germencik في مدرسة bozkoy ال ابتدائية طلاب الصف التالت harçlıklarından bitirdikleri جمعوا اموال من مصروف harçlık مصروف hiç tanımadıkları bir yetim öğrenciye وارسلوها لطالب yetim لا يعرفوه ابدا وها الشي كان تصرف يعتبر قدوه örnek davranış مثال او قدوه بصكو وقلوه 3A سنف 15 öğrencisi يعني هذا الصف اللي مكوون من خمستاش طالب بقيادة المعلمة نارين سوزان اروت في كسما سوسيال سروملولوك برجالي کapsامندا وضمن مشروع المسؤولية الاجتماعية سوسيال سروملولوك Samson'daki bir ilkokulda eğitim gören hiç tanımadıklarını yetim öğrenci ENEYE yardıma bulanmak için kampanya düzenledi كانت هيلحمل اللي نظامو وحدون الضلاب النوجودين بمانتق ايدن بمدرسط بوز كوي ال ابتدائي عملوا الحملة لطالب يتيم أو للطلاب اليتيمين الموجودين في منطقة سامسون بمدرسة ابتدائية كمان بس هنه ما بيعرفوا ابدا لهذا الطالب هذا الطالب حطوا لأول حرف من اسمه أول حرف من كنيتول حتى محده يعرفوا صاروا يجمعوا له من خرجيتهم ويبعتوا له يهل عنده كانوا لأطفال المشتركين بالحملة أطفال المدرسة كل يوم يشيروا مبلغ من مصروفهم الشخصي ويحطوه بالمطمورة أو بصندوق المال نارين سوزان أرج المعلمة عم تحكي عم توصف الحملة عم تقول نحن نعمل على تعليم القيام نعمل على قيام إلى طلابنا بواسطة هذا المشروع الذي يسمون هير صنفون بريتين كاردشي أوصون ليكن أخياتين لكل صف ليكن هناك أخياتين لكل صف هيك اسم المشروع نعمل على أطفال المشروع بفضل هذا المشروع اطفالنا يتعلمون التعاطف والتسامح والمحبة نعمل على أطفال المشروع بواسطة هذا المشروع زرعنا قيم جميلة عند هؤلاء الأطفال مثل التعاطف أن نحس بغيرنا أن نحبه ونتسامح معه وحالا نحن نتقل للمثال سعني من أمسلس الشعور بالغير يتعلمون على سوقتا تكرلقلي صندليسي üzerinde إليلما يتلسان يرمي أنجلي برقدم هنا صديقنا عن تحكيننا هي ومشرب الشارع ومشرب الشارع اليوم الماضي يتعلمون رأيتم امرأة لا تستطيع المشي عندها يعاقب المشي فلذلك هي تستخدم هذا الكرسي الذي له عجلات تكرلقلي صندليسي الكرسي ذو العجلات ولكن عم تعاني بصعوبة ما عم تقدر تمشي فيه كذن يتعلمون منطقة تحكين لذلك كانت المرأة تجهزة في تحرك الكرسي منطقة 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 كدر كالبالده مع ذلك استطاعت بقوطة أن تجهي لقدان الصراف بانكماتك هو صراف الأعلي ولكن انجاك كان هناك عائق آخر ينتظرها يعني صعوبة تانية تستنىها لأن مكينة 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 مباشرة لقد أردت المساعدة تكلفة سيارك قابلات تكلفة سيارك المطقة إلى المطقة سيارك 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 ما تحتج المطقة سيارك سيارك أردت أنها سيارك مكينة سيارك ولكن قالت بأن الظروف المجتمع التي هي فيها لا تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة هذه الحادثة التي شاهدتها تجعلني أفهم أكثر المشاكل التي تتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة بحياتهم اليومية وضعت نفسي في مكانها أو في مكان جميع الأشخاص التي لديها مشكلة صحيحة معينة وقررت أن أساعد هؤلاء الأشخاص بيوكي لديها مجتمع لديها تقرأ لديها مجتمع لديها مجتمع لديها مجتمع وذكرت أن الظروف المجتمع التي تتعرض لديها مجتمع أفهم وذهبت إلى المؤسسات المعنية في الإنجلي كولولوشلار المؤسسات العنية بذوي الاحتياجات الخاصة والمسؤولة عن الطرقات وطلبت منهم أن ينظموا الطرقات بحيث أنه تسهل الحياة اليومية على ذوي الاحتياجات الخاصة وطلبت من المؤسسات الخاصة التي تستمر ہے وطلبت من الأشخاص وطلبت من المؤسسات الشمسة الموضوع على مجتمع كراسي متحركة ذات عجلات فبلشت انا بمدرستي حملة اللي جمع اطباق البلاستيك مشان تبيعهم وتاخد ريعهم تشتري فيه كراسي متحركة للفقراء ذو الاختياجات الخاصة هيك عملت صديقتنا لما شافت هاي الحملات لما شافت تأفون هاي المشاكل اللي عمي عانه منا بعض الناس طبعا نحن كما كل واحد فينا لازم يكون عنده قلب كبير يعرف يحب غيره ويحس الناس اللي حواليه لما بنشوف شخص بالشارع مو قادر قطع الشارع لانه عنده مشكلة صحية مثلا ممكن يكون شخص كفيف ممكن يكون شخص كبير بالعمر بعمر الجدة او جدنا هو مو قادر يمشي بسرعة فنحن نساعده لحتى يقطع الشارع او منساعده لحتى يمشي او حتى ممكن نساعده بشير الغراض اي شي نحن نفكر فيه ممكن يساعد غيرنا ما لازم نتردد ابدا بمساعدة الناس لانه نحن ممكن يوما ما نحتاج المساعدة من الناس اللي حوالينا واكيد متل ما منزرع ومنحصد يعني لما نحن نعمل خير اكيد ناخد هذا الخير وما جزاء الاحسان الا الاحسان فكروا دائما بهذا القول انه نحن لما نحسن اكيد هذا الاحسان رح نردلنا يوما ما رح ناخد سوابه الدرس القادم رح نتابع بدرس جديد اه اه اتمنى ان يكون اخذنا عبره من هذا الدرس اليوم انه نحن نحسن بغيرنا نتعاطى اصمان ونحاول نساعدهم بكل شي نقدر علي شوفكم بدرسي قادر